مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد طلابي الأعزاء طلاب الصف التاسع وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع فرع جديد من فروع اللغة العربية القراءة عنوان الدرس قصيدة بطل السحراء الحصة الثالثة وكما تعودنا نبدأ سويا بعرض أهداف اليوم يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تقرأ النص قراءة جهرية معبرة تستخرج الأساليب اللغوية مبينا أثرها في المعنى تسترجع ما درسته من قواعد إملائية ونحوية سابقة والآن هيا نعيد قراءة النص للمرة الثالثة حتى نتمكن من حفظه وإتقانه هيا رددوا وركزوا بارك الله فيكم يقول الشاعر أحمد شوقي ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء يا أيها السيف المجرد بالفلاء يكس السيوف على الزمان مضاء تلك الصحاري تلك الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء وقبور موتى من شباب أمية وكهولهم لم يبرحوا أحياء خيرت فاخترت المبيت على الطواء لم تبن جاها أو تلم ثراء لم تبك منه رحل وقائع أعظما لم تبك منه رحل وقائع أعظما تبلى ولم تبك الرماح دماء بطل البداوة بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء لكن أخو خيل حما صهواتها وأدار من أعرافها الهيجاء يا أيها الشعب القريب أسامع يا أيها الشعب القريب أسامع فأصوغ في عمر الشهيد رفاء ذهب الزعيم وأنت باق خالد فانقض رجالك واختر الزعماء وأرح شيوخك من تكاليف الوغاء واحمل على فتيانك الأعباء طلابي الأعزاء والآن هيا نتابعوا الإجابة عن الأسئلة افتحوا الكتاب على الصفحة المحددة ثم تابعوا معي من خلال فهمك القصيدة استنتج عاطفة الشاعر ودلل بلفظين على هذه العاطفة العاطفة هي ما معنى العاطفة يا شباب؟ العاطفة هي الشعور إذن ما الشعور الذي شعر به الكاتب أو الشاعر وهو يكتب هذه القصيدة؟ أحسنتم العاطفة حب الجهاد وتقدير المجاهدين وأما اللفظان هيا بنا نستخرج لفظين مناسبين من القصيدة أحسنتم يا شباب السيف منارا بطل حمر صهواتها كل هذه الألفاظ تدل على حب الجهاد وتقدير المجاهدين أي التعبيرين الآتيين أجمل؟ هيا عبر عن رأيك عن الإجابة الصحيحة اقرأ التعبيرين ثم ركز في الاختيار الصحيح مع ذكر السبب ركزوا رفاتك في الرمال لواء أم وضعوا رفاتك في الرمال لواء ركزوا أم وضعوا نعم أحسنتم يا شباب الأول أفضل لأن ركزوا تدل على التثبيت والقوة ركزوا تدل على التثبيت والقوة أما الوضع لا يدل على القوة والثبات فقد يكون قويا أو ضعيفا القصيدة من العصر الحديث فهل كان الشاعر موفقا في استعماله الرمح بدلا من البندقية والمدفع؟ علل إجابتك هيا نفكر سويا للشباب فهذا رأيك نعم أسمع من يقول أحسنت أرى أن الشاعر لم يوفق في استخدام الرمح لأن قيمة هذه الأسلحة في زماننا قيمة تراثية وليست قيمة فعلية في مواجهة العدو أحسنتم يا شباب بعد ذلك وضح تأثر النص بالحدث التاريخي المرتبط به مدللا على ذلك من النص هيا يا شباب نفكر في الجواب الصحيح أحسنتم يا شباب تأثر الشاعر بالحدث التاريخي ليبقى خالدا في أذهان الشعوب من خلال تصوير استشهاد عمر المختار بأنهم فقدوا بطلا كبيرا وعظيما وأن الشعب سيبقى مقاوما بعد استشهاده وأن الشعب سيبقى مقاوما بعد استشهاده ودليله يكس السيوف على الزمان مضاء السؤال الذي يليه نوع الشاعر في توظيف الأساليب اللغوية في قصيدته استخرج من القصيدة دليلا لكل أسلوب من الأساليب الآتية ثم بين أثره في المعنى أسلوب النداء هيا شباب نستخرج أسلوب نداء أحسنتم يا أيها السيف وما أثره في المعنى بارك الله فيكم تعظيم عمر المختار فقد كان سيفا قويا في وجوه الأعداء الاستفهام نعم ممتاز أسامع أسامع أحسنتم أثره في المعنى ممتاز استنهاض الشعب لمقاومة المستعمر هيا نريد أسلوب أمر أحسنتم يا شباب فانقض رجالك فانقض رجالك حث الشعب لحسن اختيار من يدافع عن قضاياه بارك الله فيكم والآن نذهب إلى اللغويات استخرج من المقطع الرابع ما يأتي نعتا هيا نذهب إلى المقطع الرابع يا شباب المقطع الرابع أحسنتم القريب فالقريب نعت خبرا نعم أسمع من يقول باق أحسنتم يا شباب إجابة موفقة اسما مجرورا لعله سهل نعم نعم دم دم أحسنتم مبارك الله فيكم يا أيها السيف المجرد بالفلى يكس السيوف على الزمان مضاء لما كتبت الألف قائمة في كلمة الفلى في البيت السابق نعم نعم أسمع من يقول إجابة صحيحة لأن أصل الألف واو بارك الله فيكم بعد ذلك نذهب إلى الإعراب ركزوا رفاتك ركزوا ما إعرابها هيا شباب لقد درسناها في الدرس السابق وهو درس إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتصلة نعم ممتاز ركزوا فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل رائع رفاتك نعم مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إلي بارك الله فيكم يا شباب والآن هيا نختبر معلوماتنا في هذه اللعبة المميزة هيا نحلق سويا في سماء التميز هيا هذه مرة لنسرع فانقض رجالك أسلوب تأكيد إجابة خاطئة أسرعوا العاطفة المسيطرة على الشعر تقدير المجاهدين صواق أحشانتم إن عمر المختار مجال مقاتل مخلص لدينه أسلوب نداء خطأ ألقاكم في مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية